مش دي اول وقعة ومش دي اول وقعة تاخدنا في سكة التزوير لان كان فيه وقعة خطيرة جدا كانت فيها خطورة على بعثة النادي الاهلي اللي مسافرة لتونس في نهائي دوري ابطال افريقيا نشوف فيديو كابتن خالد واب بدون اي سند او دليل بيخرج بالتهام يقول فيه جماهير السوشيال ميديا ويقول في نفس الاتجاه ده نشوف فيديو الكابتن خالد غندور نروح بقى لمهدي عبيد الحكم الجزائري قال لكم بس بعض المعلومات المهمة الدنيا راح فين هل تم التحقيق معاه فعلا تم التحقيق معاه وتم ادانته وبقول لكم ان المدير التنفيذي الاتحاد لأفريقيا عمر فاهمي عمر مصطفى مراد فاهمي في مجمل الكلام اللي بيتقال ان هو ما عندوش مشكلة ان يتم ادانة مهدي عبيد ولكن الادانة بتكون بعيدة عن النادي الاهلي وبعيدة عن مجلس ادارة النادي الاهلي حتى لو هناك اشخاص او شركات او اي حد تدخل انه يخلي الحكم ما يكونش فير في المباراة فهذا ليس له علاقة بالنادي الاهلي ومجلس ادارته وان في حالة ادانة مهدي عبيد وهي قد تحدث خلال ايام اللي جاية الاعلان الرسمي لن يدان النادي الاهلي ولن يتم استبعاد النادي الاهلي ثلاث سنوات وان الادانة قد تكون لاشخاص شركات وطفر بعيدة تماما عن مسؤولي النادي الاهلي وده اللي حصل يا جماعة في جنوب افريقيا والسنغال اما الحكم لامتي الحكم الغاني تم ادانته رسميا بالرشوة واعترف مصطفى مراد فاهمي 93 لكن كمان في 2017 لازم ندخل عمر مصطفى مراد فاهمي رحمة الله عليه اللي كان حر قراره ولما حس ان امور مش ماشية بشكل طبيعي داخل الكاب قدم استقلته اتمنى يكون عندك حرية القرار دي لما تلاقي انت شغال في مكان مش ماشي بشكل طبيعي لكن فكرة ان انت تطلع تروج ان فيه شعة ان فيه رشوة والنادي الاهلي عايز يطلع منها بعيد بس هندخلها في شركة ويطلع معدين من عندك او ناس شغالين في نفس المنظومة اللي انت شغال فيها وتخلي جواب يتصرب عن طريق السوشيال ميديا الكلام ده مش كلام ده بالنسبة فارس الكلام ده اكيد كلام جانب لا له في الاهلي ولا له في الزمالي احمد الوقاع اللي احنا بنتناولها هي من اخطر الوقائع الاعلامية اللي انا شفتها في تاريخ الاعلام الرياضي ومش عارف ازاي مرت واحد مسك كابتن شريف عبد المنعم في كل مرة لمجرد ان هو قال رأي مفيش وحد فعلا شارك في فتنة وفي ازاء بعثة النادي الاهلي بالدلائل شفنا الفيديو بتاعه وهو بيقول يا احمد في حتة لازم نقف عندها الشركة الرعية وان عمرو مصطفى فاهم يوجه ان الحكم يدام بس النادي الاهلي بالمازل الحكم اصلا لم يتصدر امامه ايدانا والحكم اللي بيتم ايدانته بالرشوة بيتم شطبه مدى الحياة زي باترس متابلة اللي هو حكم مبارات السوبر الافريكي الشهيرة اللي زمالك المقرار الوحيدة اللي فاز فيها عن نادي الاهلي وزي لامبتي اللي خسرنا نصف نهاية امام التراجي برضو تم اقافه او شطبه مدى الحياة فلو مهد عبيد حكم مرتاشر زي ما حدرك بتروج استاذ خالد انظور كان زمان مهد عبيد ما بيرجعش للتحكيم تاني وهو بالنسبة رجع للتحكيم الافريكي احنا عايزين برضو نأكد في كلامه هو يا احمد وقائع بدون اي مستندات ولكن هو ما اكتفاش بالجانب ده وده مش رأى دي اتهامات خطيرة جدا بدون اي دليل فيه معد اسمه ماهر جينينة هو بيظهر معاه حتى في قناة الزمالك بيظهر دايما معاه على مدار قبل كده في قنوات مختلفة نشوف المعد ده راح قال ايه للجانب التونسي على لسان الاذاعة التونسية نسمع الكلام ده عشان احنا قدام وقعة خطيرة جدا 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 الحاكم باش نحكيلك واقع ابو حكيثي لك لما حالة السباح اول الاسبوع هذا احكي معايا الصحفي من مصر صحفي هذا يقدم في قناة LTC نسميه مثالش ماهر جينينة ماهر جينينة اسمه يقدم مع خالد الغندو في نفس البرنامج مختص في الكرة الافريقية احكيلي واقع اسم الحاكم متظهر الكاف قبل نتالي قبل يوم وحيد هكا ولا ايه هو من اول الاسبوع من هلا حد يمكن قليلا الحاكم يكون مهدي عبيد شرف وعطني اكثر من هكا انه الاهلي بواسطة من شركة اماراتية نسميها مثلش اسمه بخيزون تايشن اللي هي واخذ النات للأهلي وتعمل في بخموت تحب تجيب ورعب مونديال للأندية قالي شركة هذي نظمت امورها مع الكاف باش الحكام باش يكون مع الاهلي بقى الحقيقة كذبته وانا رغت قتله صعيف لا تشفيه نهائي كما هذا العينين اللي كل عليه سعيف باش يكون كما هكا لكن بسراحة الكلمة دي سار اطعين اسم الحكام اللي يطلع نفسه ودي سار البرح في المقابلة تاع البرح اكد دي الكلام تاعه احنا مش محتاجين ربط احنا قدام قال ماهر جينينة معد كابتن خالد الغندور اكد لي معلومات بص المعلومات يا احمد بتتكلم في الشركة الرعية وبتتكلم في خطاب الحكام نفس الفيلم مين اللي وصل بك درقة نوضح التأكيد عشان اللاهجة التونسية ربما تكون صعبة شوية على البعد انا هو بيتكلم بالتأكيد ان معد من عندي كابتن خالد الغندور كلمه وهو قالك انا مكونش مصدق لكن لما حصل المباراة التحكمية قالك بدأنا نربط فبالتالي بعطينا خطاب الشركة الرعية نفس الوقائع ونفس التسلسل مين بيحاول يسبب لك ازمة مش كده وبس الغرزة بتشتغل الصفحات اللي احنا عارفينها بتشتغل وفجأة ظهر جواب واضح جدا مضروب برضو كالعادة من ضمن المستهدات المضروبة شركة الرعية ردت عليك ان الشركة الرعية طلعت مبلغ 200 ألف دولار رشوة للحكم وجايبين الاستاذ محمد كامل ماضي وعملين جواب فيه انا اول مرة اشوف حياتي حد بيمضي ويختم على الرشوة جديدة دي جدا يعني توصيك عشان تبقى رشوة معتمدة يعني طبعا واضح قدامنا الجواب مش كده وبس يا احمد ده كمان الصادة بقى بتاع الموضوع الموضوع راح فيين صفحة اليوتيوب بتاعة موقع الاخبارية التونسية وده موقع بيتعامل مع المعلومات ان هي حقيقية نشر نفس الجواب وتحدث في فكرة الرشوة احنا هنا قدام حد تسبب في اعتداءات بعد كده على اوتوبيس اللاعبين تسبب في زيادة حالة الشح حولوا الموضوع من رأي يا جماعة احنا قدام قضية رأي عام رياضي في شخص تداول معلومات مجزوبة على نادي الاهلي قدت الى كارثة الراجل ده تحدث في رشاوة وتحدث في زمم وتحدث في اتهامات ونتج عنها كارثة مع الجانب التونسي ومحدش حكمه محدش حزبه يبقى هل ده نصق في اي قراء بيقولها هل ده شيء قابل لان حد يتقبله اعلاميا ازاي محدش بيتكلم يا جماعة عن ده ده مش طرح اعلامي هل ده لا يقضع المعاقبة القانونية باللي عملوا ده لان ده خطاب مزيف كلام مسجل صوت وصورة مزيف عن رشوة وشركة رائعة وعن اتهامات في زمم الأمر الاهم بعد كل ده يا فارس ان الكابتن خالغا ندور بعد كل التزييف اللي عملوا اللي كان ممكن يعني طبعا غير ان انت ترجس تخدمه في سلاح مع الكاف وضغط وايقاف ازاره وما شابه لا ده كمان البعثة بتاعت نادي الالي كانت متعرضة لخطر كبير جدا لدرجة ان مدرب فريق الترجي فعيز فرحته بالبطولة قدم شكر الاعلام نادي الزمالك ويجي بعد كده الكابتن خالي الغندور على خطاب بنقول ان هو خاطئ من بعض الصفحات على السوشال ميديا وبيتكلم بمنتهى الحماس وازاي تم تزوير خطاب عن يفطة نادي القرن برغم ان فحوى الخطاب خلتك تشيل اللي يفطة وتشيل اللوجو بتاع الكابتن نشوف غضب الكابتن خالي الغندور من التزوير وجئنا كالعادة بعض مزوري السوشال ميديا وضعوا الجواب اللي تقريبا يعني بالضبط الجواب اللي كان معمول للسنغال فاكرين الجواب اللي ماتش السنغال جينيريشن الفريق جينيريشن ده اللي سنغالي اللي كان انسحب ورجع وبتاع خدوا الجواب بإمطة معاز حجي المدير التنفيذي السابق اللي تقدم باستقالته ورحوا حطوا الجواب وحطوا بقى مضمون طبعا اللي عمل الجواب ده كمان يعني بيكلم انجليش كويس ومترجم وكلام جامد يعني فمزورين محترفين يعني وراح منزل ان غرم مليون دولار ومعرفش وفجئنا بان الناس كتير قوي على مواقع كتيرة جدا ومنا المفترض انها مواقع كبيرة وضعت هذا الجواب المزور على موقعها بدون التأكد من هذا الجواب وهي نوع من الإصارة ضد نادي الزمالك خلاص الزمالك شال اليافطة ورجع اليافطة وكتب فيها ان هو نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات يا سلام على المصطلحات من خالد الغندور مزور محترف ده بيتكلم على الخطاب اللي تم انتشاره النادي الزمالك ترتب عليه أثار ان هو يشيل اليافطة بتتكلم في خطاب كل أثاره ان هو زود بعض الحاجات ولكن ما خرجش عن المضمون وبالمناسبة احنا بندين الخطاب ده ومش فاهم ليه اصلا بالزبط يصدر حاجة زي دي اساسا برغم ان الحق والقانون واللواح واضحة اتحطت لافتة خاطئة خارقة للقانون في ظل نادي بيتكلم عن فكرة القانون ادر بعد كده الكاف بخطاب مش هو اللي ظهر على السوشيال ميديا انت عملت على اساسه انك شلت اليافطة وسيبك من الصرف بقى اللي انت شلت اليافطة ورجعت برضه باتهام اخر ببطلات ومحصوبية لكن مش ده موضعنا موضعنا فكرة ما ينفعش يا كابتن خالد انت مسحوب منك حق ان انت تتكلم عن فكرة تزوير خطاب على السوشيال ميديا او بجهة السوشيال ميديا لانك عامل ما هو اصعب بكثير جدا انت تدخلت الامر فين فتنة ممكن قد تحصل بين دولتين بين جماهير النادل ايلي و جماهير النادل التراجي بسبب حرفية في التزوير صوت وصورة وإلصاق التهم بالاخرين فنتمنى ان اي حد بعد كده يصدر عنه اي شيء مزيف يتم حالته للقانون ويتم عقابه لان احنا لن نسمح بهذا التزوير التزوير